تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة تنظم مملكة البحرين مؤتمر ومعرض المنام الصحي خلال الفترة من العاشر حتى الثالث عشر من ديسمبر القادم الفين واثنين وعشرين بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة هذا وجرى توقيع اتفاقية تنظيم المؤتمر المشترك بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية نهرة مع شركة ادوكيشن بلاس بحضور الدكتورة مريم عذب الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية نهرة واستفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين حيث ستقوم الشركتان بتنظيم المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى والذي سيشهد العديد من المحاور والمؤتمرات الطبية في مختلف المجالات وبهذه المناسبة اكدت الدكتورة الجلاهمة ان المؤتمر سيشهد تقديم اهم التطورات العلمية في مجالات الاجهزة الطبية ومجالات الصيدلة مما يترجم توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في مضاعفة تطور القطاع الطبي في مملكة البحرين في ظل اهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيرة الى ان المؤتمر سيكون فرصة مثالية لتبادل الخبرات بين المستشفيات والسعي لعمل اتفاقيات واستثمارات مهمة بين البلدين ومن جانبه اكد السفير المصري لدى المملكة ان المؤتمر سيشكل منعطفا مهما في الجانب الطبي بين البلدين الشقيقين وسيسهم في تبادل المعرفة والخبرات وله مردود ايجابي كبير على القطاع الطبي في البلدين ترجمة نانسي قنقر